تحذير هام هذا البرنامج يسبب الإدمان هذا البرنامج رواه الشيخان فيه حدثنا فلان عن فلان عن علام فبأي آلاء عقلكما تكذبان حديث وتعليق حامل كم مرة كتبوا لك في تعليق جهنم وبئس المصير كتير بصت تحت صفحة صندوق الإسلام مولى في القناة بتاعة حامل دوت تفي هتلاقي دايما جهنم وبئس المقار هتشوفها كنت بتتشوف جهنم الناس عندها سادية هتستفاذ إيه لو شفتني أنا بتشوف جهنم ما هو إلههم عنده سادية ونبيهم عنده سادية بطبيعة أن هم يكون عندهم نفس السادية هو التشفي أنك تشوف الآخر في أقصى درجات العذاب ده من صميم العقيدة في حديث كتير عن النار إحنا ممكن نعود حلقات لو عايزين بس إحنا طبعا كالعادة بنجمع The best of the best عشان نحط كريمة الكريمة دي اسمها إيه؟ دي كنافة باللوتس باللوتس؟ يعني المصريين أصبحوا مبدعين في الحلويات في كنافة بالجبنة كنافة بالمانجا كنافة بالنوتيلة وآخر إبداعاتهم باللوتس وطبعا دي عشان إحنا كفار فإنا نستمتع بالحياة الدنيا وفي جهنم بقى عشان إحنا نتشوي أنا هحلي بها بعد ما أتكلم على جهنم عن أبي هريرة قال إحنا قلنا إيه ربني سامحه منه لله منه لله عن أبي هريرة منه لله قال قال رسول الله برضو منه لله من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها تخيل سين كده؟ لوب هيفضل طول الوقت المشهد يتأخذ تحس أنه ومن شارب سما أو سما قال فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم تخيل الدكور الخالدا المخلدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو برضو يتردى في جهنم خالدا عدو مشوار طويل زي سيزيف زي سيزيف يطلع الجبل ويسقط يطلع الجبل ويسقط يفضل كده طول يوم القيامة كده على طول ايه الإخراج التعييس ده؟ كل ده كل ده اللي هو بيوصفه ده قهوة من النار نفسه انك تفضل قاعد في النار بتتشوي يعني بس ده وسط جهنم هو انت في جهنم انت عايز تعلي على أعلى حاجة من العذاب انت بتتشوي مش محتاج إكسترا يعني الإكسترا ده يعني لكل شخص اللي بندرب بالقلم وبعدين نضرب بالشلوت لكن اللي بتحرق مش محتاج حاجة تاني خلاص لا ده وسط جهنم وفي جبل برضو يطلع ويتردى منه يعني الكرياتف احنا عندنا فيه مثلا بقولك لا يدرس الشتاء صلخوها بعد زبحها خلاص ماتت انتهت طيب قالك المصور بقى كل مصور تعرف المصورين هنا كلهم كل دول كل دول جهنم كل مصور كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفسا فتعدبوا في جهنم كل سورة صورها ستصير معذبة يا معذبتي جاءت معذبتي في غيسق الدجل في وادي الويلي وسط جهنم قالك إن أهون أهل النار عداما يوم القيامة لرجل توضع في أخمس قدميه جمرة يغلي منها دماغه يا ساتر ما أتارتش فيك ولا حاجة دي لا يعني تعرف بعد فترة كده زي اللبنانيين ما بقولوا بتتمسح يعني جلدك كده بيبقى زي التمسح معادش بيأثر فيك حاجة بيصير يعني ما بي ما هون أنت لو عاست هددني بحاجة يعني هددني بحاجة كده وزود عليها شوية وسكت لكن لما تفده أنت تزود وتزود وتزود I will not take it seriously لن أخذها ما أخذ الجدة حاولك يا عمي تشكلك كده بتقول كلامه خلاص إن أهوان أهل النار عداماً أبو طالب ده اللي تكلم عنه وهو منتعل بن علين يغلي منهما دماغه ده توسط له محمد يعني وجاب له لا لا خلي بالك عشان تشوف الخصة والندالة ده أبو طالب اللي رب محمد واللي حماه من قريش وكان يعني هو اللي له كان قريش وده أبو علي وده أبو علي يعني جد الحسين والحسن وده لا لا كانش يكون في إسلام هو اللي حمد محمد هو اللي يعني كان بيصرف عليه وكان بيرعاه بس برضو محمد توسط له يعني حط له يحطيه في الفي آي بي بتاع جاهنم اللي هي بس يغلي دماغه بس هو ربنا ألبس ود بنا وينه ربنا ألبس ود ما بي وينسهاش ما انسهاش إن حد كده يجي له محمد تبدأ كان عمه وأقرب الناس ليه ليه ما حسش إن الرجل انتش ملاحظ إن أكتر ناس ما قامنوش بمحمد معظمهم عمامه إن هم كانوا عارفينه وصامهاه وحسين كده إنه أبو لهب حسين إن هو كان عنده ميول من النوع دوا إنه هو ييجي ويقول أبو لهب كان بيقول له تبّل لك يا محمد لهذا يا جماعتنا وأبو طالب ما أمنش بيه طيب دولي في المش كانوا قدر والعباس حتى مسكوا أسير آه حد ما أخده أسير تبدؤل مش قدر الناس به وهما اللي مربينه وعارفين خصاله هم ملقي حكاية الصادق الأمين وكانوا بيؤمنوا به وأنه صادق الأمين وكان هو اللي بيحكمه بينهم كلام ده كله كلام فارغ قال لك عن أبي هريرة أن النبي قال أول من يدعى يوم القيامة آدم تعال أنت فتراء دريته فيقالوا هذا أبوكم آدم احنا يعني أنا وياك برضو حيقول لنا هذا أبوكم متشرفين كيف تفعلت؟ وصح وصح تبا بتقش ليه خلفتنا وروعت فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعت جهنم من دريتك اختار بتوع جهنم فيقول يا رب كم بص كده بالحسبة كم أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين دعوا تسعين يعني 1% بس هم الناجين يعني مشروع ربنا تسعة وتسعين في المية منه رح جهنم رح للشيطان هو مش ربنا كان عمل راهان مع الشيطان مين اللي ربك؟ والشيطان من أخذ تسعة وتسعين الشيطان أخذ 99% وربنا أخذ 1% ده زي انتخابات الملدان العربية حافظ الأسد الشيطان قد حافظ الأسد فاسمع قالوا له يا رسول الله ده صحابة قالوا لي ده أخذ مننا كل مئة تسعة وتسعين فما ده بقية قالوا إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء في التوري الأسود واستفدنا استفدنا اي اوكي عن نبيه هريرة قال رسول الله درسوا الكافر حاجة أن الله حتها عشان يدخم لك العذاب بيكبر لك حاجات الكافر درسوا الكافر أو نابوا الكافر مثل أحد جبل أحد وغلده جلده مسيرة ثلاثة أيام طب ما غلد جلده جلدك حيكون يا حامد فين ثلاثة أيامنا ماشي في جلدك طب ما ده ده مش كويس لجهنم يعني مفوض الجلد السميك ما بيتعذبش كتير ده خطأ في الديزاين برضه عايز تسمع دي ما بين من كباي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع أنا أنا حسافر ما بين كتابك ثلاثة أيام على العصان لا وبعدين يعني يعني إيه يومين حمصة لقدانك كل حاجة كبيرة كبيرة قوي الجنة كبيرة وعرش الرحمن كبير حتى كتاب الكافر كبير طب حتفرق برام كله كبير يقدمش حاجة كويسة أنا مش عارف الأحاديث حاخدها بزاي أنه في صحيح مسلم آآآآآآآآآآآآآني نار النار النار حبيته قالك اللي هييدخول النار إن منهم من تأخدوا النار إلى كعبي ومنهم من تأخذوا إلى حزتي ومنهم من تأخذوا إلى عنقي يعني فيه برضو درجات بالنار زي ما في الجنة فيه غرف ومراكز فيه مراكز فيه ناس بس رجلها اللي بتتشوي ده أنا بالعكس أنا بقول إن الجسم كله يتشوي يكون أهون لأنه إنت لو فيه جزء بس هو اللي بتعذب وبقيت جسمك واعي ده شيء سيء مش حلو اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعض بعضا فأدنا لها بنفسين واحد في الشتاء وواحد في الصيف فيش تفحتين ولا نفسين تفحتين ولا فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر لما يكون برد أوي 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 لأن نفس بتعشد أصلا لها نفسين هي بتنفس شوية برد وشوية حر طب هي اشتكت إي يعني أنا تحريت حرانة أكل بعضي بعض حرانة ما فيش باش قيبهم خلاص إنه مثل سلنا هنا قيبهم خلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي تحجت الجنة والنار عادي نتكلم مع بعض يعني كده سمر يعني قالت النار أترت بالمتكبرين متجبرين حسس إنه عيشة بتفتخر على تني أنا بيدخلوني بس المتكبرين متجبرين وممثلين والفلاسفة ومش عارفين أنت بيدخلك مين بقى وخات الجنة قلت كلام خطير على أم المؤمنين دلوقتي بيدخلك دي كلمة مش لا لا أنا قلت الحوار بين الجنة والنجا الحوار بين وجه الشباب خلي بالك وقالت الجنة مالي لا يدخلوني إلا ضعفاء الناس وسقتهم الجنة زعلانة أنا من أخش ليش ياختنا النس عن أمه زعلانا إننا من نابليون مش ناير مش ناير ليه بتجبولي بس عايزة عايزة قبل لي أبو هريرة عمل بي هو مزر أبو در وغزار اللي معارفش الشمس أصلا بتعمل ايه قال الله وتبارك فربنا اتدخل عشان نحسن من الحوار قال الجنة أنت رحمتي أرحموا بك من أشاء من عباد إجابة ملهاش أي لازمة وقال للنار إنما أنت عذابي أعدب بك من أشاء من عباد شكرا على المعلومة الجديدة جدا ولكل واحدة منها ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله الله ربنا حتى رجله فيها فتقول قط 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 فهناك تمتلئ ويزوى بعضهما إلى بعض حلو المشهد جميل مشهد جميل ربنا بيحط رجله في النار تقطع بعد كده كده يحس بعدين يقول لها حط إيه رجلك واللي اختار على الإنترنت وحط رجله بعد الله بصراحة إيه المشهد بصراحة النار ما بتكتفيش غير من رجلة ربنا لما يخش رجله ربنا كده حصلت لنا البركة هو على فكرة ما انتبهوش أنه حيتشوي معانا برده ربنا هيخش النار في الأخير الشيطان طلع الشيطان لحد الوقت ما تحرقش دخل ربنا ما فيش حديث ما حدش حكى حديث عن أن الشيطان هو بتشويه في نار جهنم خالص لو هو معمول من نار حيشوه بإيه حيتشوي رجله هو مخلوق من نار أصلا آه لو عايزين ما تتشووش بالنار دي أنا أتمنى أنكم تعملوا لايك وشير وإلا وإلا ألقاكم الحلقة القادمة اشتركوا في القناة